الوضع في ملفاتنا الداخلية والقانون الخاص بالقانون الإجراءات الجنائية اللي شغالين عليه في لجنة فرعية في البرلمان لمدة 14 شهر ودلوقتي في طوره الأخير أخر 100 متر يعني في المارثون مارثون التشريع ومشكل أيضا اللجان في الحوار الوطني مع اللجان في البرلمان مخرجات عشان نعمل قانون يليق بمصر وتطور الحاصل كلنا في الموضوع ده قبل كده وزعنا حلقات كتير لكن نقابة المحامين عندها ملاحظات هذه الملاحظات رغم أن فيه عضو من نقابة المحامين كان موجود في اللجنة الفرعية وحصل حالة من الجدل بين المحامين والنقابة طلعت بيان بتقول لا إحنا يعني الخلاصة عندهم ملاحظات بعد هذه الملاحظات قالوا لذلك يعني أنا الدباجة الكبيرة اللي قالوها نقابة المحامين قالوا لذلك قرر مجلس النقابة في اجتماعه المنعاقد بالاشتراك مع السادة النقابة المجلس الفرعية إعداد مزاكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص الموطرة عليها ومطالبة مجلس النقابة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللي يازم نحو أعرض مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية واعتبار مجلس النقابة والنقابة الفرعيين في حالة النقابة دائم ويعني ده بيان نخابة المحامين الحقيقة اللي هي ملاحظات كتير على البيان بس مش شغلتي لكن بقول انه احنا دولة مؤسسات والمؤسسة التشريعية بتشرع لانها بتمثل الشعب وفي حوار مجتمعي حوار وطني حوار قانوني واعتقد انه اللجنة الفرعية الموجودة اللي احنا رئيسها كان موجود معنا وزينا حلقته مبارح يمكن خلال اقول مبارح اتصور انه دولة المؤسسات اللي بتشرع ودولة المؤسسات اللي فيها قضاء ودولة المؤسسات اللي فيها محامين ودولة المؤسسات اللي فيها كل ما يمكن انه هو نقدر نقول دولة حداثية حقيقية بيصدر ان نسمع بعض بتجرد نسمع بعض بعقل نسمع بعض دون اي ابتزاز ودون اي نوع من الفئوية يعني بلاش ان احنا نفكر بافكار فئوية انا بتكلم في العموم مش لا اقصد شيء لكن بقول ان عندنا قامات قانونية رصينة في اللجنة الفرعية عندنا البرلمان مليء به وتموع حقيقي واتراع حقيقي عندنا الحوار الوطني كان فاتح الابواب فبالتالي بقول لنقابة المحامين يعني الحكمة مطلوبة دائما والموضوع ليس مزايدة والموضوع ايصلا ليس مغالبة والموضوع ايصلا ليس مكايدة وانما احنا عايزين نصل فعلا للقانون ان كان هناك ملاحظات يعني وجيهة لدى المحامين بتعرض بشكل يعني يليخ بالمشهد التشريعي المصري والمشرعين المصريين بينظروا الى ملاحظات المحامين بكل احترام وتقدير اعتقد مش عايزين نخلق ازمة خلال هذه المرحلة لان احنا فعلا ارقى من كده بكتير عموان يعني مجلس النهاردة التشريعية النواب ردوا وتكلموا وقالوا المشرع كالقاضي على المنصة لا ينظر الى لمصلحة الوطن طبعا اتكلم النائب طرق ردوان والنائب احمد الشرقاوي واتكلموا الحقيقة كلام يعني فيه نوع من الاحترام الشديد للمحامين وايضا الاعتزاز بالمؤسسة التشريعية واتكلموا كلام انه وكمان وزير المجالس النيابية المشار محمود فوز قال الحوار حول قانون الاجراءات الجنائية لم يساعد احد وكان الموضوع يعني زي ما قال المشار محمود فوز مجلس النواب دستوريا منط به مهمة التشريع من خلال الاعضاء المنتخبين من الشعب وما قام به المجلس النيابي من مناقشات مطولة ومدولات لمشروع قانون الاجراءات الجنائية بحضور ممثل الجهات المختلفة ومنها نقابة المحامين سابقة جديرة بالتقدير ولم يكن هناك اي التزام دستوري على المجلس النيابي لاجراء ذلك وكمان قال فوزي خلال اجتماع لاجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس النواب المنعاخدة النهاردة ان الاجراءات الدستورية واللاحية تفيد بارسال ما انتهت اليه اللجنة البرلمانية في مشروع القانون للهيئات والجهات والنقابات المعنية مع منحها اجل للرب بمجرد ورود الملاحظات يتم دراستها لكن ان تجمع تلك الجهات على طولة واحدة لتلقي برأيها امر يستحق الاشادة والتقدير وفي النهاية هناك ايليات للقرار النهائي وكمان قال وزير شؤون المجالس النيابية السؤال اللي يطرح نفسه هل هناك مصادرة تمت على رأيه احد في ضوء المناقشات الحقيقة انني ارى اقصى دراجات الانفتاح مع ضخامة المناقشات ونقابة المحامين موجودة وممثلة طبعا اشد محمود فوزي المشير محمود فوزي بحجم مساحة الحرية في ابداء الرأي التي تشهدها مناقشات مشروع قانون الاجراءات الجنائية يعني النائب ضياء دين داود قال كمان انه الادعاءات طالب ضياء دين داود الامين العام من قرط المحامين باصدار بيان حول مشاركته في الاجتماعات صياغة الاجراءات الجنائية وقال الادعاءات والاكاذيب حول الموافقة على استجواب المتهم دون ارادات التخالف الحقيقة والتهم مرفوض للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية يسير للمؤسسة التشريعية يعني مش عايزة ادخل في سجال وتفاصيل لكن في اراء وتنوح ثراء لكن من غير ما نخاوم بعض من غير ما نحاول يعني نصب الامور الى نقطة يعني حارجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة